ممكن تقرأ كتاب واحد مع أستاذ فاضل خير من أن تقرأ عشر كتب مع ساتد آخرين كيف؟ إذا كانت القراءة صحيحة القراءة صحيحة للعلم تعطيك قواعد وأسس ومبادئ كيف تفهم الأحكام وأن لم تكن القراءة صحيحة مهما قرأت ثلاثين سنة لا تصل إلى نتائج أعطيكم مثال بعض طلاب يأتون من دول العجم يكون قبل أن يأتي ويقرأ القدور معنا أقل شي قرأ خمس كتب متون كاملة مع شروف وكذا 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 عندما يريد أن يبدأ نقول له إيش رأيك تبدأ معنا في القدور مع أول كتاب هو قرأ بعده كتب عديدة يعني يفترض إيش صار شيخ الإسلام يجد نفسه حتى في الوضوء في مشاكل لا نحن نسمي قراءته قراءة نصية ظاهرية مش قراءة قواعدية قراءة القواعدية أنك عندما تقرأ كل مسألة تبحث عن القاعدة التي بنيت عليها هذه المسألة والعل لهذه المسألة فتكون كل مسألة في ذهنك مرجع مبنى أصل قاعدة بحيث تستطيع أن تبني عليها أي مسألة معاصرة بينما هو عندما قرأ قرأها قراءة بركة للدروشة كذا يقولوا كذا طب إيش معنى كذا حتى على مسألة المتن في إشكالية عنده طب كيف سيبني عليها كيف سيحلل ما فيش وذلك لا تكون قراءة للفقه صحيحة إلا إذا سألت نفسك في كل مسألة لما قاله لابد ولابد من كل مسألة أن تستخرج قاعدة إن لم تستخرج للمسألة قاعدة قراءتك فاشلة لن ليس العبرة بالمسألة العبرة بالقاعدة التي تكونها في عقلك ثم أنا عندما أقرأ أنا في ذهن قواعد ثم قرأت هي المسألة هل هذه المسألة أفضت إلى قاعدة من القواعد التي في عقلي؟ نعم جيدة أفضت إلى قاعدة جديدة أضفتها إلى القواعد المسألة شوشتني تعارض ما في عقلي إذا إما الذي في عقلي صح أو المسألة إيش صح ولا أترك حتى أصل نتيجة أعتمد ما في عقلي أو في ما في المسألة بس أن أقرأ وأسير بدون أن أكون مجموعة قواعد له ولذلك أنت ستلاحظ إن إذا الله كتب لنا ولكم الخير في إكمال الماجستير تجد كل الأبحاث في كل مواعد استخرج قواعد استخرج قواعد استخرج إيش معناها هذا أمامك مسائل حولها إلى قواعد حتى نتأكد منك أنك استطعت أن تقرأ قراءة إيش قواعدية للفقه ترجمة نانسي قنقر شكرا